أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله الله مصر وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثمما بعد أحبة في الله على الشاشة وفي بيوتكم سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته هذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة التي أدعوضها سبحانه وتعالى لها دائما أن يؤمنها بطاعته وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يهبى لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا وإياكم للمتقين إماما وأن يجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا سخاء رخاء بفضله ورحمته اللهم يربي عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك إن عملتنا بفضلك رحمتنا وإن عملتنا بعدلك أهلكتنا عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة آمين يا رب العالمين رحم الله من قال آمين البيوت وبالذات الذرية من الأولاد والبنات يحتاجون إلى الموعظة بشقيها الموعظة الحسنة بالكلام الطيب والموعظة الأقوى تأثيرا بالسلوك الطيب من الأب والأم أنا أمير دائما إلى أن تكون الموعظة بالسلوك أفضل من الموعظة بالكلام فقد أقول أنا كلاما وأنا إنسان خطاء فيرى الولد الصغير مني أو البنت الصغيرة هنا معينة فتطمس عنده قضية القدوة ويعني يحدث خج في مسألة الاحترام الأبوي أو الاحترام للأم لأنها كذبت مرة أو اغتابت مرة أو أن الرجل قال كلاما وطبق كلاما آخر فأنا أرى أن عمل رجل في ألف رجل خير من ألف رجل في رجل ولكن خير من قول ألف رجل في رجل عمل رجل في ألف رجل أفضل من قول ألف رجل في رجل فأنا أرى أن الموعظة السلوكية هي أفضل المواعد دخولا إلى القلب نحن اليوم مع أب صالح من المختارين ومن المصطفين الأخيار اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم وهو يريد أن يوجه النصائح لولده فانظر كيف رتب النصائح وكيف كانت نصيحة هذا الإنسان العظيم المربي النبي الكريم إلى ولده بما أو كيف وعظة الله سبحانه وتعالى عندما يهب إنسانا حكمة الحكمة وضع الأمور في نصابها فقال ربنا ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر للنفس ومن كفر فإن الله غني من حمله يعني يعني الشاكر أو الشكر لا ينتفع به إلا الشاكر الشكر انظر إلى العجيبة أنا أشكر أشكر من أشكر رب العبادة عز وجل الله غني عن شكري لو شكره الستة مليارات وسجدوا له على الجمر ما زاد ذلك في ملكه شيء فهو الغني الحميد ولو أن هؤلاء كندوا والعذب الله وكفروا وأنكروا وجوده سبحانه وتعالى يعني ما نقص ذلك من ملكه شيء فطاعتنا لا تنفعه ومعصيتنا لا تضره هذه قواعة في التوحيد لكن العجيب أن الشكر يرجع أو ينتفع به الشاكر أنا عندما أشكر أنا الذي ومن يشكره فإنما يشكره لنفسه ومن كفر فإن الله غني عن حميد العجيب أن القرآن كل لفظ في مكانه جاء كلمة الشكر لفظ الشكر جاء بفعل مضارع وجاءت كلمة الكفر كفعل بصيغة الماضي ومن يشكر فإنما يشكره لنفسه ومن كفر لم يقر ومن يكفر ليه يقول لأن يشكر لما جاءت بالفعل المضارع ينبغي للعبد أن يكرر الشكر ومن يشكر فالفعل المضارع يفيد التكرار فأنا لا أريد أن تكون شاكرا اليوم وناكرا غدا أو جاحدا غدا أو لا ياذب إلى كافرا غدا لا أنا أريد أن نشكر الله عز وجل اليوم وغدا وبعد غدا إلى أن يقضي الله أمر كان محول ويأتينا ملك الموت فالشكر يحتاج إلى التكرار طب ومن كفر ده بصيغة الماضي الماضي دائما منقطع أقول أنا ولدت في عامي كذا انقطع هذا اليوم وحضرت خطبة الجمعة الأسبوع الماضي انقطعت يوم الجمعة انتهى اليوم عده واليوم يقول يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فأحذر أنني إن صرت عنك لم أعد إليك مرة أخرى يعني مش ترجع لك تاني خلاص اليوم لما يعد الماضي منقطع فكأن ومن كفر بصيغة الماضي يعني ينبغي أن ينتهي الكافر عن كفره وإذا تاب العبد فتح صفحة جلية فغلنا ما قطح هذا الايه؟ هذا الأهم وبعدين الله سبحانه وتعالى يبدأ على لسان هذا الأب الحاني الذي أوتيت حكمته وهو لقمان عليه السلام كيف يعز ولده؟ يا ابني بدأ له أهم شيء لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إذا علموا إيه؟ علموا التوحيد بس في نقطة أكيد سيدنا لقمان وهو يعلم ولده قائلا لا تشرك بالله رأى ولد لقمان لقمان عليه السلام وهو يفرد الله بالوحدنية فيرى الله في كل شيء ويعيد كل شيء إلى الله عز وجل ويرى أن رزق الله لا يسوقه إليه حرص حريص ولا تمنعه عنه كراهة كارث ويعلم الولد يقينا أن والده لقمان عليه السلام وهو يوحد رب العباد يوحده عمليا ليس كراما فأنا عندما أقول لا إله إلا الله هذا قول كيف؟ تصديق بالجنان قول باللسان عمل بالأركان تصديق بالجنان يعني إيه؟ يعني عمل بالأركان يعني يعني ظاهر هذه الكلمة يجب أن تنطبق في حياة الإنسان كيف تنطبق في حياة الإنسان؟ أنني لا أرى فاعلا في هذا الكون معطيا أو مانحا أو مانعا إلا رب العبادة عز وجل الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مردت فهو يسقيني قل إن صلاتي ونسقي ومحياة وإذا مردت فهو يسفيني قل إن صلاتي ونسقي ومحياة ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لو طبخنا هذه الآية استرحنا وقرحنا صلاتي نسقي محياة مماتي لله فأنا أبتغي واتش الله إذا صبرت يبقى لله مش صبر العاجز إذا حلمت فلله إن عفوت فلله كل شيء يبقى الله عز وجل خلاص إذن العبد عندما يعظ فهذه مععظة حقيقية ما قال لقمان لولده لا تشرك بالله ثم رأى ابن لقمان لقمانة ويطرق باب فلان أو علان ليفتح له بابا أو ليعطيه شيئا لأن المعطي لأن المعطي هو الله وأن المانع هو الله وأن المانحة هو الله وأن الشافية هو الله وأن الرزق هو الله في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون إذن قضية لا تشرك بالله في المنظور العملي في المنظور التطبيقي ليس كلاما يقال على عواهنه لا إذن رب العباد سبحانه وتعالى يوضح أن سيدنا لقمان يبدأ بقضية لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ثم جاءت الوصية من الله سبحانه وتعالى بقضية الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه إيه؟ حصنا حملته أمه وهنا على وان هذا الضعف وهذا القره لهذه المسألة لو لا انتظار الأم هذا المولود القادم لما تحملت فيتصبر انتظارا لهذه النتيجة لكن هي واهنة عندها وهن ولما وضعته أيضا وضعته هي متعبة فعندما تكبر هذه الأم وتبلغ السبعين والثمانين والتسعين يمرضها ولدها أو ابنتها شتان بين تمريض البنت لأمها وتمريض هذه البنت لابنتها يعني سبحان الله هي تمرض أمها وتتمنى لها أن تموت وتستريح وتريح وتمرض ابنتها وتتمنى لها الحياة سبحان الله يعني إذن لأننا يعني لماذا نحن على أبنائنا وأبناؤنا لا يحنون علينا بنفس القدر لأننا ولدناهم وهم لم يلدون فالولد والبنت جزء منا فهم لا يحنون عليه نحن الذين نحن ونحن الذين نتطلب ونتودد ونتقرب ونطبب سبحان الله حتى ينقلب الأمر ويعني تلد الأمة ربتها هذه كارثة كبرى يعني حملته وهنا على وهب حملته ووضعته وأرضعته كل جلوله هذا ضعف سبحان الله ثم يقول رب العباد وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف يبقى المصاحبة مصاحبة جسمية واتبع سبيل من أناب إليه أنك في سبيلي أو في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك أن تكون بقلبك يعني بالجسدك مع هذا الأب الكاند والأم المشركة إذا كان قالت أسماء يا رسول الله أمي جاءت إلى المدينة وهي مشركة أفأصلها؟ قال صدي أمك سبحان الله أصلها ظاهرا أتبسم في وجه ظاهرا لكن بقلبي أنا مع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعبد ينظر إلى كرم الله سبحانه وتعالى وفضل الله وهو يعظنا عن طريق لقمانه ويعظوا ولده أنني مع الأب البعيد عن الله حتى أنني أقول فرضنا جدلا أن ولدا يرى أباه لا يصلي مجرد أن يصلي أمامه أو يقول له يا أبت أنا ذهب لصلاة العصر إن شاء الله بعد إذنك ذهب لصلاة العشاء هذه نصيحة ودودة مهذبة مغلفة بأدب وحياء البنوة لموعظة أبيه ولا يواجه أبا يقول له أنت لا تصلي وتارك الصلاة كافر وتارك الصلاة ملعون وتارك الصلاة كذا وكذا فإذن ليس هذا منطق نصيحة أصغر للأكبر ولكن النصيحة العملية أنا ذهب إلى الصلاة بنت ربنا رزقها الإدلزام ورزقها الحجاب ولكن أمها يعني عجوز متصابية تريد من العطار أن يصلح ما أفسده الدهر فتخطط وتحمل وتصفر وتلون ولا ترتدي حجابا لا نستطيع أن نقول البنت انهري أمك على عدم حجابها لا مجرد أن تقف البنت قبل الخروج أمام أمها لتعدل من خمارها أو من شالها أو من غطاء رأسها أو إلى آخره هذه الدعوة مهذبة مغلفة مؤذبة للأم من البنت للأم بالحجاب حتى تقول يا أمه والله هذا القمش ناعم وأحيانا أخشى أن يتزحسح قليلا فتظهر بضع شعرات من جثلي وهذا أمر من شعري وهذا أمر يحربه الله عز وجل فما بال الأم التي تظهر وشعرها كله مكشوف إذن هذه الدعوة مغلفة مهذبة سلوكية وليست قولية دائما الدعوة السلوكية هي منطق السلوك دائما دائما بفضل الله يؤثر عن منطق الكلام لأن الكلام يجدد سبحانه الله العظيم يعني تجد صدودا من الآخر لأن الإنسان جبلة على عدم قبول ما لا يوافق هواه اللي ما لا يوافق هواه تجد عنده يعني لا أجده قبولا ليه؟ لأنه نعايز دعوة مغلفة مهذبة كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ثم يعظ لقمان ولده بهذه الموعظة الجميل يا بني إنها إن تكو مثقال حبة مثقال حبة سبحان الله من خرد مثقال حبة صغيرة سبحان الله فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله طيب ليه ذكر الأمور دي كلها؟ يعني إن تكو مثقال حبة إشارة للصغر فتكون في صخرة إشارة إلى الحجاب فتكون أو في السماوات إشارة إلى البعد أو في الأرض إشارة إلى الظلمات يأتي بها الله يا الله ولد صغير يربي فيه قضية التوحيد وقال له أنت أي حسنة تعملها أو أي خير تعمله أو أي شيء صغير أنت لا تراه هذا الخير أو هذا الأمر أو هذا الشيء سواء هو شيء مدي أو شيء معنوي مهما يكون صغيرا إن كان في صخرة فهو محجوب عن رؤيته عن رؤيتنا يعني لا نستطيع أن نرى ما في داخل الصغير أو في السماوات فهو بعيد عننا أو في الأرض فهو محجوب عننا يأتي بها الله إذن يعلمه قدرة القادر سبحانه يا شافعي ما الدليل على وجود الله شباب قاعدين عايز الإمام الشافعي يسألونهم سؤال وهو يجيب لهم إجابة العالم المتمكن يقول لهم الدليل على وجود الله ورقة التوت ورقة التوت طبعا الأشجار فيها الكثير ورقة التوت فيها إيه؟ ما الدليل على وجود الله في ورقة التوت؟ يقول تأكلها الشاتو فتخرجها بعرا وتأكلها البقرة فتخرجها روثا وتأكلها الدودة دوت القز فتخرجها حريرا وتأكلها النحلة فتخرجها شهدا وتأكلها الغزالة فتخرجها مسكا فمن وحد الأصل وعدد المخارج؟ لما الحكاية تقل الطفل الصغير يقول آه صحيح من؟ الورقة واحدة المنتج واحد المأكول واحد ولكن المنتج متغير يعني ورقة التوت أكلتها الشاة أخرجتها شيء عبارة عن بعر يتناثر أو الناقة أو البقرة عزكم الله تخرجها روث سبحان الله تأكلها دودة القز تخرج حرير لا إله إلا الله تأكلها النحلة تخرجها شهدا عسل سبحان الله صافي تأكلها الغزالة تخرجها مسكا كما قال الشاعر فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالة يا الله يعني صحيح أنت من الأنام كما قال عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهو بشر مثلنا عشان يتعايش معنا لكن إيه يوحى إليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم وفي قرات ابن عباس من أنفسكم من أفضلكم من أعظمكم من أحسنكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم ومن بطأ به عمله لم يسرع به ناسبه حاذروا حاذروا أن كل من الذين نصلي عليهم في كل صلاة ليسوا أسرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقط لا الله مصل على محمد وعلى آل محمد كل من اتبع منهج رسول الله فهو من آل محمد صلى الله عليه وسلم يعني أدخلوا آل فرعون أشد العذاب مش آل فرعون يعني هو مجرد هو فقط وبنته حتى زوجته كان الصالحة يعني لكن هل هي ابنته وأولاده لا 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 آل كل من سلك طريقة فرعون وكم من فرعين على بر التاريخ إلى عصرنا الحديث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يمشون في نفس النسطق ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل رشال سبحان الله إذن الله عز وجل يأتي لنا بهذه الموعظة العظيمة من أب صالح لولد صالح ويعظ بهذه القضية يقول إن تكون إثقال حدا صغيرة وبسيطة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله وبعدين يا بني يعني يعني لا ت يعني يأمروا بعد ذلك بإيه بأن لا يصعر خده للناس يعني ولا تصعر خدك للناس يعني إيه لا تصعر خدك للناس يعني أريد أن أزيد الأمر توضيحا ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله كنوا معي حتى نتابع وصيلة لقمان لابنه وهو يعيبه اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتابعون أحسنه أهلا بكم مرحبا بكم أحبة في الله مرة أخرى ومع هذه الوصية العظيمة والموعظة الجميلة المغلفة بحنان الأبوة والمغلفة بأدب الموعظة والمغلفة بالموعظة الحسنة التي أمرنا بها يضم الأب ولده في حنو يا بني يا بني يا بني في كل جملة يكرر له هذا المعنى الجميل أنت ولدي الأثير عندي الذي أتمنى أن تكون أفضل مني فإن نصحتك فأنا خائف عليك لأني أحبك وليس لأنني أبغضك فأوقذك لصلاة الفجرة أو أمرك بأن تصوم أو أمرك أن تتفوق في الدراسة أو أمرك أن تحلم على الناس أو أمرك أن تنظف ثيابك أو تنظف الجسد كل هذا هذه النصائح لمصطحتك أنت وليس منظرة ولا رياء ولكن قبل هذا وبعد هذا يجب أن نغلف هذا بحقيقة الأمر الإنفاق على أبنائنا من الحلال هذه قضية قضية خطيرة نحل أموالنا إن شاء الله رب العالمين الأولاد بإذن الله ينتظموا ويصلون ويتفوقون ويصرص لكم حسن لأن إن المال الحرام يذر الديارة بلاقع يعني المال الحرام يعني جمع الحرام على الحلال يكثره دخل الحرام على الحلال فبعثره يدخل سيدنا لقمان بعد ذلك مع ولدي في التنبيه على مسألة الصلاة بعدما ذكروا أن الله قادر على كل شيء يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردر من خردر فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة لم يقل له صلي ولم يقل له عليك بالصلاة ولم يقل له حافظ على الصلاة لا في فرق بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة زي تماما الفرق بين التفكر والتدبر الفرق بين التفكر والتدبر أنا أفكر أن أرتزق يعني برزق المعين فسبحان الله يعني أطرق الأسباب وأبحث عن هذا العمل الذي يأتيني بهذا الرزق هذا إيه؟ هذا تفكر نعم الدرس الجدواء إلى آخر لكن المتدبر يقول أنا عندما أترك الأسباب أرى يد رب العباد سبحانه وتعالى هي التي تعمل ويقول الحسن البصري عندما أدعو رب العباد عز وجل أرى يد الله تكتب لي الإجابة فإذا المسألة التفكر تختلف عن التدبر زي بالضبط أداء الصلاة غير إقامة الصلاة أداء الصلاة أنا أتوضح وأصل للظهر أربع ركعات الصبح ركعاتين المغرب ثلاث ركعات بهذا المنطق فهذا أداء الصلاة إسقاط الفريضة أما إقامة الصلاة رب إني أسكنت من ذريتي جواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا مش ليؤدوا الصلاة لا ربنا ليقيموا الصلاة ما معنى إقامة الصلاة إقامة ثمرة الصلاة فأنا عندما أكبر الله أكبر فالله أكبر من كل شيء فعندما يكون عندي الله أكبر من كل شيء تهون الأمور فتاة المصيبة تهون لأن هذه المصيبة بعين الله هذا الابتداء بعين الله هذا الرزق بعين الله هذا الضنك بعين الله هذا الحسد الواقع علي من الناس بعين الله هذا الأذى الذي صلت الله عليه من المحيطين والمقربين والذين أحسنوا مثلا هكذا يقول الإنسان كله بعين الله عز وجل وقال العالم الجليل لتلميذ يجلسه المسجد يعني مهموما قال أمدبر أم مدبر له قال بل مدبر له قال اصبر لما دبر لك خرص اصبر لما دبر لك يعني هكذا لا كرب وأنت رب عندما يصيبك الهم كما قلت لك من قبل لا تقول يا رب عندي هم كبير قل يا هم عندي رب كبير بس هنا تنضبط الأمور مش يا رب عندي هم كبير يا رب في كل وقت لكن قل يا هم أنا عندي رب كبير يعني تحجم الهم لأن الله يزيده بقبله كن فيكون حرب بس يعني أمره بين الكاف والنون لا أمره قبل الكاف والنون أمره قبل الكاف والنون هذه قضية في التوحيد مش بين الكاف والنون لا اصدق كن لو نطقت الكاف مرة عدة ثوان لا امره قبل قبل ان يكون كن لانها امر الله عز وجل وما امرنا الا ايه كلمح البصر او هو اقرب اقرب من اقرب شوف شوف لمح البصر سرعة الضوء اقرب من هذا اسرع من هذا فاذا العبد ان انزلت همك بالله زال وان انزلت همك بالناس زاد وكل الناس ينزلون همومهم بالناس فيزيد الهم وتكثر الشماتة وتتناقل الاخبار وتكشف الاسرار وتكشف الاسطار لا لان عايز بنك ابن الله سر بينك وبين الله سر فالعبد عندما يطرق باب الله الذي ليس له باب وليس عليه بواب هنا تكون النتيجة طيبة اقم الصلاة عندما تقول الله اكبر وعندما تحمد رب العالمين هذا الحمد على نعمة الاسلام نعمة الصحة كم من اناس يبيتون في الاسرة لا يتي لهم نوم عندهم ارق لا ينامون الا بمهدئات ولا يصيقظون الا بمنشطات سبحان الله ومنبهات لا اله الا الله في ناس لا تستطيع ان تتقلب من شدة الالم في ناس تنام على ظهرها شهر وشهرين وثلاثة في من كسر في عظامه وشهرت عظامه في حديثة من الحواد انت لما ترى نعم الله عليك فانك تتحرك وانك تسمع وانك ترى وانك تخدم نفسك الله اكبر كم من اناس لا يستطيعون لا يستطيع واحد من ان يخدم نفسه بل هناك من يخدمه فسبحان الله العظيم يعني الانسان يرفل في نعم الله ولكن اين الشاكرون وقليل من عبادي الشكور وذلك قال ربنا عن لقمان ولقد اتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله اشكر الله ان اتاك الله الحكمة ما الحكمة ان تقيم الصلاة لا ان تؤدي الصلاة فعندما تحمل الله رب العالمين وتعلم انه الرحمن الرحيم وتعلم انه مالك يوم الدين لماذا المركض يوم لله الواحد القهاب وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذن لله طب وفي الدنيا قالوا هل الله ايضا ولكن ايه بتاخد شوية ظروف كده ده مسؤول عن المؤسسة الفلانية وده وزير في المنطقة الفلانية وده رئيس الحتة الفلانية فسبحان الله كل واحد يستطيع ان ايه ان يظهر امامنا انه يستطيع ان يقرر هذا وان ايه ولكن ياذا الله تعمل ياذا الله تعمل ويصلت هذا ان يسير الامر ويصلت هذا ان يعوق الامر لكن الفاعل الحقيقي انما هو الله رب العالمين فيظهر امام بعض الناس اللي عندهم نظرة ظاهرية للمسائل انه ده مجرد ايه مجرد يعني هو ينظر ان هذا الانسان يستطيع ان يعطي ويستطيع ان يمع لا صدر القرار الوزارة رقم كالس هذا الذي اقرره رب العباده ولكن اجراه على يد هذا المسؤول وهذا المنطق يعني فلكن العبد المخلص لا يرى الا يد الله ويتعمل بس بس فكيد اذا في الاخرة يوم لا تملك نفسه لنفس شيء والامر يوم اذن لله الامر كله خلص لا دخل لأحد لا شفعاء من انتهى الموضوع ليه يقول ابو بكر يا رب ليس لك وزير فيؤتى ولا حاجب فيرشى للك وزير انتوسط مع الوزير وصلنا بس ولا حاجب نصل لوني اعطيه شيء عشان ايه يدخلنا على الله لا بد الله عز وجل هذه عظمة الاستامة كل سؤال في القرآن يجيب رب العباد عنه بقل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن اليتامة قل اصلاح لهم خير يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج قل بهذه الاسئلة لكن واذا سألك عبادي عني لم يقل القرآن قل لان هنا تصير واسطة ان يبلغ الخبر لا الله يريد ان يكون الامر بينه وبين عباده لم يقل رب العباد واذا سألك عبادي فقل عني فقل اني قريب لا واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرسدون فسيدنا لقمان يا عبد الولد يا ابني اقم الصلاة يعني اقم حدود الصلاة افهم ثمارات الصلاة والله لو صلينا صلاة سليمة واضحة والله سبحان الله المجتمع كله ينصلح اول ما يسأل العبد يوم القرآن يسأل عن صلاته هل عن الركوع والسجود لا ده جزء اين الخشوع اين الخوف اين الثمرة اين الثمرة اقم الصلاة اول ما امروا بعدما امروا نهاء عن الشرك وكادموا عن العقوق والوالدين وضرورة در الوالدين ويصاحبهم في الدنيا معروف حتى وان كانوا مشركين ولكن امروا بالشرك لا يطيع يا ابني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهاء عن المنكر واصبر على ما اصابك اربع اوامر وربعة سبحان الله ان ذلك من عزم الامور يعني من عزم الامور عزيمة الانسان انه يقوم للصلاة حتى وان كان متعبا ربما تنام الساعة الثانية صباحا الثالثة صباحا قبل الفجر بساعة و ساعتين لان اول ما قلت الله اكبر الصلاة خير من النوم والصدقة وبررت استيقظ هذا من عزم الامور اقم الصلاة والان شاء الله بعد هذه الصلاة انا لن اظلم لن اتعدى الحدود لن اخذ حجائيا ليس من حقي لن ارتشي لن 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 بهذا المنطق اذا فيه توبة متجددة فربما لا يتيني وقت الصلاة الاتي سبحان الله فاذا اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهاء عن المنكر وده اساس الامة المحمدية ولكن ان يكون الامر بالمعروف بالمعروف ولا يكون النهي عن المنكر بالمنكر لا يعني الذين امرون بالمعروف يجب ان يكون الامر بالمعروف معروفا يعني بالهدوء بالموعظة الحسنة بالقول الطيب بالكلام اللي ليه الايمان شيء هين وجه انطلق ورسانه اللي بس ابسط وجهك امام الناس خليم يشوفوا اسنانك البيضاء الجميلة وانت تعرضوا وتتكلم معهم وتتبصف مع الكبير والصغير اعتبر كبير المسلمين ابا واوسطهم اخا واصغرهم ابنا فبر اباك واصل اخاك واعطف على ابنك هذا يكون التعامل اما اتعامل مع الناس انهم لفوص وانهم حساد وانهم حقودين لا لا خلاص انت هتعمل ردود افعال سيئة لأفعالهم فاين الذين يقذمون الغيب واين الذين يعفون عند المقدرة واين الذين يعطي من حرمهم يعطي من حرموه ويصل من قطعوه سبحان الله ويحلم على من جهدوا عليه اين هم هؤلاء الناس يعني انه جيتهم مرة اخرى فهو ده امر من معروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك طب ليه الصبر على ما اصابه يأتي وسط هذه الاشياء لان الامر بالمعروف قد يكون مكروها عند بعض الناس يعني من لايه واحدة غير محجبة ويطلع الشيخ يقول والحجاب والحجاب والكاس الطار وهذا الانسان معنى واحد خايف من الموت وخايف من الاخرة والشيخ عمر يطلع والدار الاخرة وما بعد الموت وما بعد الميزان والصراط والشيخ والفلان والفلان يأتي من عنده بكلام بالعكل هذا كلام ربنا هذا كلام ربنا احد المحاور الخمسة للقرآن الدار الاخرة فاذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون سبحانه اول ما تذكر الاشياء اللطيفة والدنيا سبحان الله يخوض الانسان ويرى نفسه سبحان الله كشارب البحر لا يزيده الشرب الا عطشا فالناس يعني الامر المعروف قد يكون ثقيد على بعض الناس يقول لها يا عم انا خفض ابن عالشيخ ده عسان يقنعني يا عم يقنعك بايه يقول لها حسان يجيب ريدلي يا عم يريت يريت حد يا واحد ياخد بيدنا يريت حد ياخد بيدنا للخير ونحن نقبل اليدا التي تأخذنا الى الخير ونقبل الرأس الذي يخرج منه للخير حتى نتعلم سبحان الله واي امة تكرم علمائها امة يعني في قمة الامم واي امة او قم يهينون علمائهم فاعلم انما اراد الله بهم شر فالامم اللي تكرم العلماء وتحترم العلماء وتجل الامرين بالمعروف والنهين عن المنكر والذين يأخذون بايدي الناس الى رب الناس ويحببون الناس في رب الناس هؤلاء يجب ان يحاطوا بالتقدير وبالعناية فاذن الانسان المؤمن الصادق عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب ان يتعاوض الصدر ليه لانك تأمر الناس بما يخالف هواهم تأمر الولد بان يذاكر فهذا مخالف لهواه تأمر الولد ان لا يلعب هذا مخالف لهواه تأمر الولد ان يستقيم وان يقول هذا كله مخالف للهوا فالعبد مننا من الواجب من الواجب ان يتقي رب العباد عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب ان يصبر على ما اصابه ثم يقول له ان ذلك من عزم الامور يا الله ليه الانسان اللي عنده عزيمة هو اللي عايز يعمل الخير ثم يذهب الى مسألة السلوك ولا تصعر خدك للناس تصعير الخد صفة ابليسية ليه لانك لما ترى الانسان المتكبر المصعر خده يرى انه اكثر الناس عبقرية واكثر الناس ذكاء وهو سبحان الله من افشل خلق الله ليه غير موفق ويدخل في مصيبة من عقله ومن تفكيره الخاطئ وعدم دراسات الجدوى السليمة وعنده سبحان الله مستشارين من اسوأ المستشارين وله ده احنا احسن المؤسس احنا افضل الشركات احنا افضل الوزارات يا عم ايه درس طب النتائج ايه احنا مش شايفين النتائج طيبة فسبحان الله كان يعني يظهر من نتيجة انك تفكر وتسمع نصيحة اخر لابد الانسان الافكار تتلاقح فلما تتلاقح تنتج خير لكن عندما لا ارى الا انا وعندما تتورم الانا فهو ذا اللي يصعر خده وذلك هو يقول له ولا تصعر خدك للناس كما قال ذو الاصبع العدواني في وصيته لولد في الجاهلية يا ابني الان جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك سبحان الله واجل كبارهم واعطف على صغارهم يحترمك ويقرك كبارهم ويكبر على توقيرك صغارهم شوف الكلام شوف كلام الاب المحترم وقال يا ابني مش تتعال على الناس فشوف لما توعد وصي جماعة قل انا ابن فلان انا ابن القبيلة الفلانية خلي بالك يا ابن الحلال ليس هكذا ولد بسيط شاب صالح متربي في المسجد جلس في زمن الحجاد مع بعض ابناء الكبراء الذين يقال عليهم الملأ فيقول الاول انا ابن فلان قلتني اقول انا ابن رئيس كذا وانا ابن وزير كذا سبحان الله فجاء الدور على هذا المسكين الفقير وانت ابن من انت قال انا ابن الرجل الذي اسجد الله له ملائكته يا الله انا ابن ادم وادم ابويا الله اتسد الملائكة شوفوا الفخر شوفوا العز كان يقال لسلمان الفريسي ابن من يا سلمان يقول انا ابن الاسلام يا الله ابن الاسلام ايه العظمة دي واحد ابوه الاسلام يعني ابي الاسلام لا ابي سواه اذا افتخروا بقيس او تميمي هكذا قال الشاعر المسلم انا ابي الاسلام عظيم والله شوف ابن الاسلام ابن الخير ابن الاستقامة اصعي ابن فلان وفلانة لكن في نفس الوقت الاسلام الاب المعنوي الاب اللي يحتوينا جميعا يسوي بيننا جميعا لا فضل لعربين على اعجمين ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض ما رحى يا الله المشي في الارض يعني ليس هكذا ابناء يفهمون ان الاسلام نكد والتدين عبارة عن ان تقتابدا ابدا والله الاسلام ده انبساط وجه وابتسامة تفتر يعني كما كان صلى الله عليه وسلم يفتر ثغره عن حب مثل حب الغمام صلى الله عليه وسلم واذا ضحك بدت نواجده عليه الصلاة والسلام وما رؤية الا بساما في وجوه صحابته صلى الله عليه وسلم وما رؤية عابسا قط وكان اذا غضب يعرف الغضب في وجه ينفر منه العرق الهاشمي اذا انتهفت حرمة من حرمات الله اما غير هذا فسبحان الله كان بساما محي فالانسان سبحان الله ولا تمشي في الارض ما رحى ما رحى يعني كبرا واختيالا وبطرا واشرا يا ارض هدي ما عليك جدي لا لا ده انسان هذا المتكبر هذه الانوية المريضة ده عايز علاج عايز عدى بلونة منتفقة يريد بس ابرة او دبوس كده او شيء لو يعني ثوق واحد ينفجر في نفسه وليس في وجه احدا لا يفعل شيء كالطبول الفارغة فاي انسان تراه متكبر اعرف انه ضعيف الشخصية يغطي خلف كبره ضعف شخصيته ولذلك الانسان الذي لا يعرف التواضع وقلت لكم من قبل انها النعمة الوحيدة التي لا تحسد نعمة التواضع الانسان يكون متواضع الانسان يليل مع الناس هين مع الناس يتعمل مع الكبير ومع الصغير يذهب الى الناس في عزائهم وفي فرحهم يجتمع معهم في الخير ويعينهم ساعة الابتداءات وساعة الاختبارات تجد سبحان الله يعود المريض ويشيع الجنازة وتجد سبحان الله العظيم يمجد العطاء طالما طالما يستطيع فانظر الى اثار رحمة ربك عندما ينضبط الانسان بتعاليم كتاب الله عز وجل يعني لا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الارض ثم يدخل له على قضية ايه حتى لمشي نفسها قول ايه وقصد في بشك وقضد من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير الله طب جاب له السبب السبب لقضية غض ايه يعني يعني انقفاض الصوت سبحان الله نحن كارثتنا كعرب حقيقة الان ان اصواتنا عالية اصواتنا كقرع الطبول الفارغة نحن نريد كلاما هادئا لما نزلت الاية بعدم رفع الصوت ولا ترفعوا اصواتكم فوق صوت الدبي ولا يجهر يعني لا يجهر الانسان كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم نتشعرون سبحان الله يعني حذر الله عز وجل للصحابة من ان يرفعوا اصواتكم اصواتهم فوق صوته صلى الله عليه وسلم ان تحبط الاعمال ونحن الان عندما يقال لنا حديث نرفع الصوت من قال هذا الحديث من الذي ضمن انه صحيح يا ابن الحلال اسمع للعالم سبحان الله لا ترفع صوتك فوق صوت النبي والانبياء العلماء ورثة الانبياء فالكالتة في القبرى ان الله نحن لا نطبق ما نسمع لكن عمره كان جهورية الصوت فلما نزلت الاية ان لا يجهر لا يجهر الناس لنبيه كما يجهر بعضهم لبعض كان عمر وابو بكر كداهما يخفض صوته حتى يستعيده النبي صلى الله عليه وسلم مرات ومرات يقولوا يعني سبحان الله يقولوا ماذا قلت يا عمر ماذا قلت يا عمر يخاف عمر ان يحبط عمله وهو يشعر حتى ان بعض من الصحابة كان مكت في بيته لدرجة انه خاف انه يخرج سبحان الله صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم طيب وقصد في مشك واغض من صوتك انه انكر الاسوات لصوت الحم ليه في غض في خفض الصوت جاء هناك تشبيه وفي القصد في المش لم يأتي هذا التنبيه لان المش اذا اسرعت في المش سوف اضر من امامي لكن لن اضر من على يميني بمترين ولا على شمالي بثلاثة امتار لكن في رفع الصوت قد اؤذي كل من حولي يعني قد اؤذي كل من حولي ولكن الموضوع بقية ان شاء الله في هذه الموعظة الحسنة اللهم اجعلنا مما يستعملون القول فيتبعونا احسنة كنوا مع بعض الفاصل ان شاء الله اهلا بكم مرحبا بكم وحبتي في الله مرة اخرى ونحن نتحدث عن كيف تكون الموعظة الحسنة يبدو الاسئلة بدأت ان شاء الله من الموعظة الحسنة ان نستمع ان شاء الله مخريفة السلام عليكم وعليكم السلام مساء الخير مرحبا يا بنتي اهلا وسعنا شيخ ارجو لك امنك ان تدعو لابني بالشفاء يا رب يا رب يشفي ويشفي كل مريض يا رب ان شاء الله يا رب يتم عليه نعمة الشفاء ويبرد قلبك يا رب بشفاء وشفاء كل مسلم يا رب ان شاء الله اللهم يبارك بك يا شيخ ما احبك في الله واسمع حديثك ومستمع لحديثك بس ان يبني تعبان يا شيخ ربنا اسمح تعالى اتولى بلعاياتي والله عز وجل يقول شيخ ربنا نطمنك عليك خير يا ام خليفة ان شاء الله باذن الله بارك الله فيك الله يشفي كل مريض يا رب بارك الله فيك يا بنتي ربنا نطمنك عليك ايوة عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام يا بركات كيف حالك ما يريش انا وازم بس انا مطلع لنور دبي على برنامج اللي هو حين اه توقع ثاني وانت هو شو برنامج كفور ايوة يعني انت اخطاط هذا برنامج البيوت الامنة مش نور دبي هاي والله احنا قناة دبي على كل نور دبي وقناة دبي يعني ان شاء الله يد واحدة ان شاء الله بارك الله فيك طيب سي نحن كنا نتحدث عن نهي رب العبادة سبحانه وتعالى قبل الفاصل عن المؤمنين عن ان يرفعوا اصواتهم فوق صوت النبي وقال ولا تجهروا له بالقول كجاهر بعضكم لبعض جاء سيدنا لقمان ليقول لولده واغضض من صوتك ان واقصد في ماشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوته الحميل فقلنا ان المانع في مسألة غض القصد في الماشي انني اذا اسرعت في الماشي لان اصيب ان من امامي لكن الاذى يأتي من الصوت المرتفع لكن نحن من الواجب اذا كانت بعض البيوت متقاربة مثلا ان لا يرفع صوت المذيع او صوت التلفزيون او الى اخر طيب معنا ام السلام السلام عليكم عليكم السلام اخي شيف حالك مرحبا يا بنتي اهلا وسهلا اخي انا اصلي الحمد لله بدولي انا اين اقول الصلاة الحمد لله اقول انا اصلي ايوا و بس في الصلاة اني اصلي بستفكيري مو بعندي انا نعم وبعدين انا انسان اصلي وخاف الله بس سبحان الله في مشاكل بيني بين زوجي بس الصبر ما شي ايوا من اشتوي الشيء اصلي وهذا بس الصبر ما شي ما عندي صبر مم فنصيح من لك طيب يا بنتي بارك الله فيك بارك الله فيك طيب اه السلام عليكم السلام عليكم و عليكم السلام عليكم يا مرحبا كيف الحمد الله يباركيك و يرضى عنك يا رب الله يعافيك ان شاء الله انا صراح احب شوف طلق الله يرضى عنك لان لان عيونك لا تقعد على الخير ربنا يترمك كل شي اه مش قادر يعني حارب نفسي اني اه في معصية او في شي يعني ما عندي نعم سيطرة على النفس طيب يا سيف يا ولدي ليه ما نطرق الباب للزواج ان شاء الله وربنا يعينك بزوجة صالحة يعني تعاصمك وتقيمك على الطريق وتاخد بيدك انت وهي للخير يا بب ان شاء الله يا رب نبدعاكم يا ابني ربنا سبحانه وتعالا يارزوقك بإذن الله زوجة صالحة يعني تكون لك معوان على امر الله والاستقامة على طاعة الله ان شاء الله ولكن изمك نصير تكون السيف على الشيطان بازمك نبدعاكم بارك الله فيك يا ابني رب يتبتك ويترد عنك الشر يا رب بارك الله فيك ابو عمر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام يا بركات يا بركات الله يبريب تك يا رب الله يعزك شيخ عندي استفساده نعم نعم انا عندي اخوي متوفي طب غيرت اكثر يتيم على اسمه طيب هالشي يجوز هذا ولا حاطب حاطب باركة الله فيك شكرا يا شيخ هو طبعا بلا شك ان نعم طب يعني جزا الله خيرا ابا عمر وهو يريد ان يكفل يتيما على بنية الثواب لاخيه المتوفى وهذا بب صلة الاخل اخيه بعد موته جزاك الله خيرا ابا عمر وانشاء الله يصل الثواب باذن الله رب العالمين فلا حرج على فضل الله وكلما اقام الانسان خيرا انشاء الله لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى انشاء الله ام عالي السلام عليكم مرحبا يا بنتي اهلا وسهلا الله يبال فيك يا بنتي ورد عنك وفيك انشاء الله دكتور عمر انا بس عايزة نقول دعاء الحمد لله لان احنا كنا في مظلمة كبيرة وربنا الحمد لله رفحها عننا الحمد لله احنا من احمد الله كثير بس عايزين يا رب دعاء نحمد به الله صح يعني طيب حافظ بارك الله فيك بارك الله فيكم معاك من افضل من افضل ما يعني يحمد العبد ربه طبعا بالنيا الصادق اولا الحمد لله كما ينبغي لجلالي واتشكة وعظيم سلطانك الحمد لله كما ينبغي لجلالي واتشكة وعظيم سلطانك يقال ان داود عليه السلام لما قال هذه الكلمة قالت الملائكة يا رب إن عبدك داود قال كلمة في الحمد ما وجدنا ما وجدنا سوابها فقال اكتبوها كما هي نعم أبو رب عبد العين السلام عليكم واريكم السلام ورحمة الله كرحار الشيخ مرحبا يا ولدي الله يكرمك وبرك فيك يا رب الله يكرمك الشيخ الفاضل أنا عندي السؤالين نعم السؤال الأول هل نحن من حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم نعم نحن أن نضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم نعمل أبحية في يوم العيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لحبنا له هذا السؤال الأول السؤال الثاني نحن نعرف في الشريعة الإسلامية أنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص بنص شريم طيب طيب من خلال بعض الخراعات التي أقرأها في مجال الفقه والأصول أجد أن حادثة الإفكرة حرصة حصاصة سيد عائشة يعني أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص بالبداية حقيقة يعني إذا قام مثلا الصحابي بشيء معين فلا يعاقب إلا إذا وجد النص نعم فنحن نعرف في هذه الحالة أن هؤلاء الناس الصحابة في أهل النساء صلى الله عليه وسلم قد قاموا بهذا الفعل نعم ثم جاء الحكم الشريع عليهم نعم فكيف يفهم هذه القاعدة لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص نعم ما هذا الواقع طيب ببارك الله فيك الله يزيكم شكرا لكم طيب كنا خرس مع أم علي في قضية اللي كان في مظلمة وربنا نصرهم والحمد لله فهذا هو الحمد الحمد لله كما ينبغي لجلالي واجكة وعظيم سلطانك ابننا من العين يقول أن من حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم نضحي عنه يوم العيد لا هو الذي ضحى عن فقراء أمتي يوم العيد جاء فذبح كفشا وقال هذا عن محمد وآل محمد أو أهل محمد وذبح الآخر وقال وهذا عن فقراء أمتي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه أن نستنى بسنته أن نحي سنته التي أماتها بعض الناس في كثير من الأمور أن يظهر سلوكنا كسلوك النبي صلى الله عليه وسلم في صغير الأمر وكبيره فإن كنت أبا أرى كيف كانت أبوته عليه الصلاة والسلام إذا كنت زوجا رأيت كيف كان الزوجية صلى الله عليه وسلم إذا كنت معلما كيف كان رؤوفا بالناس عليه الصلاة والسلام إذا كنت صاحب حق كيف أقوم بهذا الحق يعني فنتأسى فيه بصغير الأمر وكبيره أما سؤالك الثاني لا عقوبة هذا موضوع يطول شرح وموضوع فخي جميل وإن شاء الله نجيب عنه في موقف آخر بإذن الله رب العالمين أعود إلى ما بدأت به وأقول إذا أردنا أن نعظى فليكن سلوكنا أولا ثم كلامنا ثانيا وإذا كان الكلام يعني مهذبا هادئا مرتبا مستندا على القواعد الشرعية فهذا كله مما يعجل بأن يستمع المنصوح إلى نصيحة الناصح وأولى من ننصح أبناؤنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا ولا نتعالم عليهم ولا تتعالم الزوج على زوجها ولا تعالم الزوج على زوجته ولكن نبتغي بهذا وجه الله سبحانه وتعالى فاللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعونه أحسنه اللهم ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات فك كروبنا يا رب العالمين أحسن خلاصنا وتولنا برحمتك وتوفنا على الإسلام أحبة لا سعدت بلقائكم ولا تنسون من صالح الدعاء ونستدعكم من الله الذي لا تضيع ودائعه ونلقاكم إن شاء الله رب العالمين في متى هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله مع حرقة جديدة من البيوت الآمنة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته